السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتمنى لكم ايامكم تكون سعيدة زي كل مرة اليوم حنتكلم في موضوع اسمه بناء السلام والمفاوضات والمرحلة الانتقالية والفكرة دي قتلي من اخت فاضلة اسمها جمانة هي من العاملات اللي بتعمل في الحقل الانساني والاغاثي الاجتماعي مع اللاجئين السوريين في مدينة غازي عن تقب قبل الكريسماس او بعد الكريسماس بيوم قبل الكريسماس تصل بيها في التليفون وقيتلي انها رايحة تحضر مفاوضات للسلام في جينيفا فاذا سمحت اكتب لنا اي حاجة عن السلام طبعا لنا انا افهم في الكلام لكن ما افهمش في السلام لكن لما ايجتلك كتب في السلام لقدت نفس اعب باكتب وكتبته كتبته كتبته الاخ لقد كتبت برضا 15-20 صفحة الله اعلم ربنا سبحانه وتعالى سعب بي نزل كده بركات من عنده عشان اكتب وتحولت الشخبات اللي كتبتها باي دي الى ورقة 25-20 صفحة وحملتها في عرض وحقدمها لكم النهاردة كورقة من الاوراق دي كلها بناء على فكرة الاستاذة جمانة اول حنبدأ بتعريف السلام السلام بالنسبة لي هنا هو خمس او ست او سبع نقط هو حلم هو حلم زي ما انتم شايفين حلم كل واحد فينا عايز يستظل بظله وفي نفس الوقت هو واقع واقع كل جيل من اجيلنا عايز تعيش فيه دي ما اسكا كده يبقى واقع حي حيوي احنا عايشين فيه هو عمل السلام مش بق فادي هو عمل لابد كل واحد فينا يبدل فيه الجهد والمال والفكر علشان مجتمعاتنا توصل لبر الامان يبقى هو حلم واقع وعمل هو ايضا رؤية انا عندي رؤية ازاي احل او ابني هذا السلام في مجتمعه والمجتمعات المجاورة هو كذلك رؤية واهداف الرسل والانبياء والمصلحين هو معيار معيار بن ايس بي مدى تطور المجتمعات اللي استفادت من العيش في ظل السلام وكذلك هو طاقة ايجابية يعني السلام نفسه طاقة ايجابية بتحافظ على دفع مسيرة التقدم والتطور المجتمعيين يعني السلام طاقة ايجابية تحافظ على مسيرة التطور او تدفع مسيرة التقدم والتطور المجتمعيين وهو فعالية يعني هو طاقة وهو فعالية فعالية قادرة على ابراز ايه الكنوز الدفينة داخل المجتمعات محدش من ابنائنا هيخرج يشتغل ويبدع ان لما يكون المجتمع يعيش في سلام وهو يقام نرجع نقولها تاني يبقى السلام هو حلم وواقع وعمل حلم وواقع وعمل ورؤية ومعيار وطاقة ايجابية وفعالية سبع نقاط لنعرف بيها السلام بعد اي حرب من الحروب بتحصل خسائر خسائر كتير ما في حرب الا وحتى عند المنتصرين خسروا فالخسائر بنسميها فيها خسائر مادية وفيها خسائر معنوية الخسائر مادية زي ما انتوا ها فيه شايفين اهو فيه يمكن اثنين ثلاثة خمسة حد عشر ممكن يكون اكتر منها اللي هو قتل المواطنين وهلاك سرات حيوانية وجود اعداد هائلة من الالغام اللي غاية بلقتي مش حالفين نخلص منها سلقة الاراضي وغتصابها انتشار ظهار جندي الطفل انتشار ظهارات اتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية تدمير النسيج المجتمعي ومؤسسات وشبكات المجتمع كلها ازدياد على اللاجئين والنازحين من الاهالي الضمار الشامل للبنى التحتية التلوث البيئي الجفاف والتصحر الاراضي الزراعية خاصة لما يكون ناسا في القضية زي القضية السورية دي بلنا سبع سنين دلوقتي وفيه بعض الاراضي لم تزرع ازدياد على الاراضي والايتام والنسب الشباب والاطفال ازدياد على القتلى والجرحة من المواطنين دي كلها خسائر مادية احنا ممكن نعدها نعد هذه الخسائر كل هذه خسائر ايه مادية نستطيع ان نحصيها خلاص هذه الخسائر المادية التي نستطيع ان نحصيها امامنا حتى ولو كانت ده عند المنتصرين اما الخسائر المعنوية اللي بتيجي للشخص نفسه عدد المغتصبات من النساء والبنات وعدد المغتصبات المغتصبين من الاطفال الدول بيعيشوا بالمشكلة معهم طول عمرهم ومشكلة البوسنة ما زالت ماثلة امامنا اللي هم البنات والشباب اللي ولدوا لحمل سفاح حمل سفاح حصل بتنظيم عمليات الاغتصاب للبنات والنساء في عام 1992-1994 من المقاتلين او من الحكومات التي كانت تدير هذا الملفات التعذيب وما ينتق عن التعذيب من قضايا او مشاكل نفسية وعصبية وبدأ في حاجة اسمالات دوقتي ساكو سوشيال تريت من العلاج النفسي اللي ما كانش موجود قبل كده في الملفات العامة الانسانية اصبحت الوقت هو ركيزة من رواكز العامة الانسانية التشتت الاسري وضيعت الهوية المجتمعية المجتمعات المحلية المجتمعة تفلقتت راح راح ما فيش هوية حتى عند الثقافة راحت الى اخر تغيير الثقافة والقيم والاخلاقيات والعقائد دي كلها ما بنلمساش لكن بنجدها في تصرفات الناس الزيال على المصابين بالامراض النفسية العصبية كلمنا عنها تغيير التركيبة المجتمعية والديمغرافية اللي موجودة في المجتمعات فكل دي خسائر كل دي خسائر تنجم عن الحروب اللي هي بسبب او غير سبب والصراعات اللي هي بسبب او غير سبب ايه معاوقات السلام لو احنا بس لنفرض اننا عايزين نبني سلام ايه المعاوقات اللي احنا هنتكلم عنها معاوقات كثيرة لبناء عملية السلام اولها معاوقات داخلية من اهم المعاوقات الداخلية دي هي عدم موجود رؤية واضحة لبناء خريطة السلام يعني اللي رايحين يعودوا هناك رايحين ما عندهمش رؤية على خريطة عمل لمرحلة بناء السلام او بناء مرحلة السلام وما بعد السلام وبيكتفوا فقط منهم يمدوا على ورقة وياخدوا صورة ويطلعوا احنا عملنا السلام لكن بناء المجتمع بعد السلام ده شيء تاني يبقى عدم وجود رؤية واضحة لبناء خريطة خريطة عملية السلام نمرة اتنين عدم وجود او ضحف الكفاءات القادرة ما عندناش كفاءات تعود على الطاولة يعني كنت في غازي عندها بالسنة اللي فاتت وكان فيه لقاء عاملينه الجمعيات الانسانية السورية هناك وكنت انا بتكلم في اللقاء ده وكانوا مختلفين على ان دلوقتي الامم المتحدة طلبت من الجمعيات اللي هي مجتمع المدينة تحضر فكانوا منقسمين نحضر ومنحضرش فانا ردت عليهم رد قاطع بالنسبة لنا شخصيا قد يكون لهم مش قاطع بالنسبة لهم ثم ده كان حلم لنا في اول الالفية كنا في مؤتمر في بروسل اللي هي بروكسل وكاننا انا كان رأي يعني اعوز بنا مش كنت كان رأي المطروح اللي هو ايه ان لابد من يناقش عمليات السلام بعد النزاعات يكون فيها مجموعة مجموعات المؤسسات المدنية الدولية العاملة هناك ليه لخبرتها التراكمية التي تكون اكتر من خبلة السياسيين اللي جيني عدوا على طويلة عمليات السلام فالحمد الله ان فيه دلوقتي ان الام المتحدة في بناء عمليات السلام في جينيفا بدأت تضع مؤسسات المجتمع المدني ما عندناش كوادر ما بنبنيش احنا بنبني ناس يتكلموا كتير لكن مش فهمين ان عمليات السلام دي مسيرة ومنظومة لها اتر وثقافات ولها قوانين ولها يعني مصطلحات كتيرة جدا مش اي حد يروح يتكلم في اي حاجة احنا مش في سوق عقاس كده كل واحد طالع يتكلم يقول له بو اين ارتفاع اسقف التوقعات اللي ما عندوش حاجة بيعلي ودي لكل الشباب اعلم اعلموا ايها الشباب اللي من ليس له برنامج او رؤية او علم او فعالية هو الذي يرفع من سقف التوقعات ليه لان احنا لان ما ترفع من سقف التوقعات لان يستجيب لك الاخر لابد انطلع امام عينايك او منصب عينايك انناس المهجرة السبعة او التمانية مليون الداخل سوريا في النازحين واو اه حوالي اللي خارج سوريا كذلك انناس المهجرة نقطة الرابعة واللي هي اهم حاجة للقسمات الداخلية بالمعسكر الواحد بالثقافة ده اصل ده علماني اصل ده مش عارف ايه اصل ده سلفي اصل ده شيعي اصل ده سني اصل ده علوي كل ده ليه لان كل واحد فينا شايف مجموعته وجماعته وثقافته ان هي المجتمع كنا احنا في نقاش في احد الجلسات فواحد قال لي نحن الغالبية واتروح انت مين السنة قلت له السنة طيب السنة قلت سنة سبعين ثمانين في المية خلاص انت كم تمثل من السنة تلا تمثل اكتر من ثلاثة او اربعة في المية يبقى انت ثلاثة او اربعة في المية من ثمانين في المية يعني تطلع اتنين في المية طب فين بقيت الثمانية وتسعين في المية فلا يعلو احدكم على الاخر ويتكلم عن المجتمع كأنه هو المجتمع أو عن وطن كأنه هو الوقت دا كله لكن عليه أن يتكلم أنه يريد أن يبني وطنا مجتمعا وليس هو الوطن أو المجتمع قسمات الداخلية معاوق عدم ملافظ مصطلحات النقاش ده حاجات متخصصة تروح مع الدكاترة عندهم مصطلحات تروح مع المهندسين عندهم مصطلحات تروح مع الفلاحين عندهم مصطلحات تروح مع تجار الخردة عندهم مصطلحات تروح مع السماكين عندهم مصطلحات تروح مع البنائين عندهم مصطلحات تروح مع كل حد عنده مصطلحات بتاعته فانا داخل مش عارف حتى الناس بتتكلم عن ايه ارهاب المشاركين في بعض الفصائل وذاك وصلني من بعض المشاركين في المباحثات دي ان بيهددوهم انتو خوانة انتو مجرمين انتو 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 ليه ليه انت بتخونني انا وطني زي ما انت وطني وانا مخلص زي ما انت ومخلص وانا مؤمن زي ما انت مؤمن وانا مؤمنة زي ما انت مؤمنة وانا حريصة زي ما انت حريصة بتخونني ليه بتهددوني في اولادي ليه ده اللي هو بيعيق ان بعض المشاركين في هذه العمليات بيخافوا على نفسهم وعلى ذويهم مفيش مؤسسات مجتمع مدني قوية تفهم بناء منظومة عملية السلام حتى في الدول اللي مستقرة لو احنا حتى قلنا ان السوريين في تركيا بدأوا يكون لهم منظومة بدأت وقبلوا فيها بلاها حسن الدول العربية مفيش مؤسسات مجتمع مدني انا مش حول الدول العربية غالبية غالبية عشان ايه لا نعمم يعني فيش مجتمع تفهم بناء مسيرة منظورة عملية السلام وانفوضات فرض قوت السلاح عالطاولة اللي معه سلاح صوته عالي اللي معه سلاح صوته عالي دي من معاوقات ايضا الامر التاني عدم مشاركة اصحاب القرار والشخصات المؤثرة كل واحد بيجيب اللي بيعرفه من مجموعته عدم القدرة على استعاب كفة طوف داني والتهاب لكده انا لا امثل بلدي لكن انا جزء من بلدي لكن انا اريد ان يمثل بلدي كل اطياف البلد فاللي قال لي نحن نمثل ثمانين في المية من الشهاب السوريين اقول له جازاكم الله خير انت لا تمثل اكتر من واحد في المية بفكر مجموعتك او ثقافتك اللي هي جزء من السنة او جزء من الشيعة او جزء من المسيحيين او او الاخر وجود دول عميقة يعني حتى في المجتمعات الهاشة دي او المجتمعات اللي هي الفاشلة او دول الفاشلة دي كلها في دول عميقة كبيرة جدا 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 ما نعرفهاش بعد ما ننتهي من مباحثات السلام هيحصل ايه فلذلك لابدنا ان نستقرأ كل هذي الاشياء وإحنا قاعدين على في مباحثات السلام دي كانت دي المعوقات دي كانت معوقات الداخلية انا اقسف دي كانت معوقات داخلية ودي المعوقات الخارجية يبقى احنا كلمنا كل دول كانوا معوقات ايه داخلية عند الناس اللي عادينا عاشين يبنوا عملية اه السلام اما المعوقات الخارجية بقى اللي هو المناخ السياسي الامني الاستخباراتي العام اللي مسك العالم كله العالم لن يرضى او الاصحاب القرارات في العالم لن يرضى وان تكون الدولة لها صفة معينة في هذا المكان لذلك بقولك ما ترفع السقف التوقعات الشيء اللي كان بيحصل في القرن التسعتاشر وقرن التمنتاشر وقرن السبعتاشر وقرن الخمستاشر مش هيحصل دلوقتي لان اصبحت فيه مناخات وسياسات عالمية تمنع او تريد ان تمنع هذا الدولة المجورة الدولة المجورة اللي هي رغبة في اغتصاب اراضيك كان كده او كده في اي مكان في العالم ولها رغبة انها يكونها دور في عملية السلام المؤسسات الاقليمية اللي نتكلم عنها كلها بلا استثناء كلها والعياذ بالله ضعيفة ضعيفة وليس لها قدرة على اخضاع اي عضو من اعضاء بالالتزام بقوانين وادبيات وثقافات وسياسات ومبادئ المؤسسة نفسها دون ذكر اي مؤسسة اقليمية او اي مؤسسة عالمية كل هذه المؤسسات اصبحت من الضعف بمكان انها لا تستطيع ان تنفذ قرار من قراتها تأثير الاعلام طعا الدولة الكبيرة اللي حتظهرك ان انت ارهابي وانا حمام السلام وانا الارهابي اللي حقيقي وانت حمامة السلام فالاعلام الكاذب باع قوته وقوة الدول اللي وراه بيؤثر سلبا في مسيرة عمليات السلام ودين اي بقية المعالوقات الخارجية لمناخ السياسي الامني وخاصة في حرب الارهاب رغبة الدول المجاورة والقوة الاقليمية القوة الاقليمية احنا ما ذكرناهاش يعني في بعض المناطق في قوة اقليمية موجودة دي غير الدولة المجاورة لها رغبة في الارض او ان الحكومة تكون تابعة لها المؤسسات الاقليمية ضعيفة ايه تأثير الاعلام ايه للدول الكبرى امر اخر ايضا نتكلم فيه اللي هو ثقافة المانح نعم القوة الاقليمية القوة الاقليمية اللي هي انت بتكلم يعني في مجموعة من الدول مع بعض في إقليم ما وقبلك متفقين على شيء مش حيث يعني مثلا لو في منطقة معينة ثلاثة أربع دول في إقليم واحد اتفقوا على مسيرة هذه العملية فهذه بيتها مسيرة قوة إقليمية طبيق شاروق ثقافة شوط شلس المانح يعني فيه جزء من اللي قاعدنا عن طاولة المفاوضات دول بترعاهم وتدعمهم بعض الدول أو بعض المانحين ودي بتؤثر على مخرجات عملية السلام ازداد الوسائل غير مشروع البيع السلاح يعني كل لما أرادوا نارا للحرب لا كل ما أرادوا لا الناس الآية أنا ازداد الوسائل غير مشروع البيع السلاح بيبيع السلاح في كل حتة فتلاقي السلاح بيخش منها أنا هو أعلم ده في ظل وجود سياسة وحاربة الإرهاب اللي هي على جانب ومش على الجانب التاني لما السابة الأراضي فرد القوة القبرى ومنها تبني مقواعد عسكريناك التسويف في إطارة بناء عملية السلام دول بقى اللي احنا نتكلمنا عنهم دول دي اللي هي نرجع نقول تاني اللي هما المعاوقات الداخلية والخارجية معاوقات الداخلية عدم موجود رؤية عدم موجود أوضاع في الكفاءات ارتفاع أسخف التوقعات الانقسامات الداخلية عدم معرفة المصطلحات والنقاشات إرهاب المشركين ونتخونهم عدم وجود أوضاع في مؤسسات المجتمع المدني فرد قوة السلاح عدم مشاكلة أصحاب القرار عدم القدرة على استعاب كافة الطواف وجود دول عميقة في المجتمع دي الداخلية أمر الخارجية مناخ السياسي الأمني الاستخباراتي رغبات دول مجورة والقوة الإقليمية في التحكم في بناء عملية السلام ضعف المؤسسات الإقليمية تطبيق ثقافة المانح وفرضها على مخرجات عملية السلام الزادي وسائل غير مشروع على البيع السلاح فرض شراء فرض شراء والصابر قادي ومقدرات وأصول وصلوات المجتمعات المتنحلة من بعض دول مانحة وبناء قوة العسكريات الداخلية التسويف في إطالة بناء عملية السلام دول اللي هم المعوقات الداخلية والخارجية مين بقى اللي حيشارك في بناء عملية السلام أولا لابد أن يشارك هو صاحب القرار داخل الكيان سواء اتفقنا معه أو معها أو لا نمرة اتنين الناس اللي عندها خبرة في التخصصات المختلفة وأصحاب الرؤى في المراحل بناء السلام ثم ما بعد بناء السلام يعني ليس معنى أننا حنمضي على التفاقية السلام اليوم أن السلام حل لابد أن نعمل مسيرة ما بعد انتهاء من المضاء على عملية السلام في أيضا منشارك فيها الشخصيات المجتمعية الاعتبارية المقبولة ومتعرف عليها من أصحاب التاريخ الوطني ناس يكونوا دون مش منتمين لأي حد منهم الأهلية في المجتمعات ناس يحترموا وإذا سمعوا يتبعوا تمثيل عرقي وثقافي وعقيدي في المجتمع بيمثل النسيج الحقيقي دي بعض التكوين اللي أنا حطيته أيضا هنا هو علشان نشوف لو إحنا عايزين نبني سلام ده قد يكون بيمثل بعض اللي هو الأشياء اللي هي قريبة للتمثيل المجتمعي الكامل أول حاجة ما ينفعش بناء سلام مع عدم مشاركة شباب لأن سبعين في المية أو ستين لسبعين في المية من هذا المجتمع الذي يعاني سواء كان أصبح معاق أو أصبح مشرد أو أصبح لاجئ أو أصبح مغتصب أو مغتصبة من الشباب أو أصبح تحول منه بعض الشباب إلى إرهابيين هم من الشباب ذكور والناس المرأة ليها دور المرأة ليها دور في الأسرة ليها دور في المجتمع ليها دور في الحياة ما ينفعش المرأة بكل مشاعرها وأحسسها ورؤاها وطموحاتها ما تكونش موجود في عمل السلام الرجال طبعاً لنهما فوق الأربعين لنهما عندهم خبرات مختلفة وبعد كده 20% الأخيرة تكون من الخبراء المستشارين في مجالات كافة ممن لا ينتمون إلى أي اتجاه يبقى ننظر تاين التمثيل بتاعنا هم نتكلم عليه هلاقي في 20% منه شباب 30% منه نساء 30% منه رجال 20% من الخبراء المستشارين الحياديين والشخصيات الاعتبارية المجتمعية المتفق عليها يبقى احنا تكلمنا النهاردة في الخمسة وعشرين دي ألفات دول على على تعريف السلام نتكلم عن تعريف السلام وانا فيه سبع تعريفات تكلمنا على الخسائر الناجمة عن الحروب وصراعات المسلحة في خسائر مادية في خسائر معنوية كلمنا عن معاوقات بناء السلام اللي هي فيها معاوقات داخلية وفي معاوقات خارجية كلمنا عن من هم المشاركين في بناء عملية السلام وتمثلهم اللي موجود أمنا دلوقتي اليوم هنختم عند هذه النقطة وغدا هنتكلم عن مرحلة الانتقالية فيما بعد الانضاء على اتفاق عملية السلام دي مرحلة ما قبل الاتفاق دي كلنا رؤية وتمثيل واضح وطروحة ونظرية ومسار هنمشي فيه عشان نوصل من المباحثات إلى أن نصل إلى المرحلة الانتقالية ثم بعد كده مرحلة بناء الدولة واستقرار الدولة واستقرار المجتمع إلى آخره يبقى يوم تكلمنا عن هذه الأشياء اللي هو التعريف والخسائر نجمع عن الحروب وبقى المعوقات الداخلية والخارجية وبعدين من هم المشاركين في بناء عملية السلام زي ما كلمنا غدا ان شاء الله الساعة 12 باللغة العربية أيضا بالأسف يعني حبيت أعمل 2 و 4 باللغة العربية لأنها محاضرة طويلة جدا وأنا أشكر لأخت جمانة اللي هي حمستني لأنا خبير في السلام ولا خبير في أي حاجة لكن قلت لكتب فقلت لها سمعا وطاعا آياتها الأخت الفاضلة فكتبت فخرج ما بين أيدينا هذه الورقة وقد نحن نتكلم على مرحلة المرحلة الانتقالية في بناء المجتمع بعد نجاح مباحثات السلام شايفين وعشان بس أقول لكم قد تمتد هذه المرحلة إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تزيد لتصل إلى عشرة سنوات ده هنتكلم فيه غدا مرحلة الانتقالية إن شاء الله نحاول بعدين نعملها باللغة الانجليزية ساعة 12 نفس الوقت بالترويق قيد باللغة العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر